السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرحت سؤال على حساب على السوشيال ميديا هل يستحق الجميع التهنئة بالعيد؟ واسمحوا لي أقول لكم وجهة نظري لا طبعا مش الكل يستحق التهنئة بالعيد فيه ناس تستحق التهنئة وبشدة وفيه ناس ما تستحقهاش خالص بل تستحق اللعن أربعة جماعة هما ليستحقوا التهنئة واحد أهل غزة الصامدين اتنين شباب وقيادات المقامة في فلسطين تلاتة المدافعين على الحرية واللي منهم معتقلين وأهليهم لصابرين أربعة شعوبنا المستضعفة اللي بيتم استنزاف ثروتها أول ناس تستحق التهنئة بشدة أهلنا في غزة أهلنا في غزة دولة تاج رؤوسنا هما اللي بصمدهم وبثبتهم وتمسكهم بأرضهم مش بس أفشلوا صفقة القرن اللي كانوا عايزين يطبقوها ويخجروا الناس لا لكن بصمدهم كشفوا زيف الصهيونية للعالم كله وإن شاء الله صمدهم هو بداية التغيير مش بس في وطننا العربي في العالم وإذا كان أهل غزة أكتر ناس تستحق التهنئة بالعيد فالحكام العرب وحكام المسلمين أول ناس ما يستحقهاش لأنهم أكتر ناس مسؤولين عن النزيف الدم اللي حاصل في غزة مسؤولين بتهاونهم في نصرة أهلنا في غزة مسؤولين بمشاركة بعضهم في الحصار مسؤولين بتحالفهم مع أعداءنا وبيإهمالهم في أعداد القوة تاني ناس تستحق التهنئة في العيد هم شباب وقيادات المقاومة في غزة وفي فلسطين كلها الشباب اللي عايش تحت الأرض في الأنفاق من تسع شهور الشباب اللي ما بيشوفش أهله بس بيسمع عن مأسيهم وعن دماؤهم اللي أسيلت ومع ذلك صامدين ومع ذلك مستمرين في مقاومة جيوش إسرائيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وساعات كمان بيبقى معاهم جيوش دول عربية بتساعدهم في ضرب أهلنا في غزة وطبعا زي ما قادة وشباب المقاومة بيستحقوا التهنئة قادة الجيوش العربية لا يستحقوها على الإطلاق قادة الجيوش العربية اللي بيعملوش أي حاجة بالأسلحة اللي صرفنا عليها مليارات من قوت شعبنا قادة الجيوش العربية اللي ما استفدوش أي حاجة من التدريبات والشهادات اللي أخدوها قادة الجيوش العربية اللي فيه منهم قادة خمس جيوش عربية قبلوا رئيس الأركان الإسرائيلي في البحرين في نفس الأسبوع اللي المجرم ده عمل فيه مجزرة النصيريات اللي استشهد فيها 275 مدني تالت ناس نستحق التهنئة هم المعتقلين المظلومين في السجون وأهليهم اللي بتحملوا كتير الناس دي يا جماعة اعتقدت لأنها نظيفة اعتقدت لأنها بتحب بلدها اعتقدت لأنها حاولت تحقق الحرية لشعوبها لكن بالتأكيد ما بيستحقش التهنئة كل زابط وكل نواكيل نيابة وكل قاضي ساعة في سجنهم ساعة في سجنهم بقى سواء أنك بيتجسس عليهم أو أنه لبسهم التهمات باطلة أو أنه أصدر أحكام هو أول واحد عارف أن هي فزدة أما المجموعة الرابعة التي تستحق التهنئة هي شعوبنا الصابرة الشعوب اللي بتعاني تحت حكومات فاسدة الشعوب اللي بتقطع عليها الكهرباء واللي بترفع عليها الأسعار الشعوب اللي بتشال من عليها الدعم واللي بتزيد عليها الضرائب والرسوم الشعوب اللي بتدبع أصول بلدها بأبخس الأسعار في عملية فساده وضحة وطبيعي أن الحرامية والفاسدين ما يستحققوهش التهنئة طبيعي أن علماء السلطان اللي بيروجوا للفاسدين ما يستحقوش التهنئة طبيعي أن الصحفيين والإعلاميين والمشاهير اللي ماشيين في ركاب الفاسدين ما يستحقوش التهنئة جاوبوني في التعليقات تحت أنتوا شايفين مين يستحق التهنئة بالعيد ومين ما يستحقش اكتبوا لي أسمائهم مستني تعليقاتكم وإجاباتكم تابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا ما تحرمونيش من علاقكم خلونا نستفيد من بعض